قبل أن أبدأ قبلها شاهي هذا موقع E-Retail ما تقدر تطلب منه لو أنت تشرب شاي عشان تكون مروق و أنت تشوف المنتجات اللي موجودة فيه عند المنتجات اللي تخص البي سي بكل مكوناتها تبغى تجمعات اقتصادية احترافية تبغى هارد ويف تشتري الكرام كيبورد لوحة أم كل شي موجود تبغى تشتري بلاستيشن تبغى تشتري لابتوب تبغى تشتري كسسوارات الكمبيوتر الموقع هذا محلي موجود عندنا في السعودية ويوفر لك شحن مجاني فوق الميتين ريال و إذا أنت مسجل جديد عندهم يعطونك 25 ريال لتسجيلك في هذا الموقع الموقع هذا ضمانه محلي ويضمن لك القطع توصلك بأسرع وقت ممكن و أيضا عنده سرعة في الدعم إذا جدتك مشكلة أو شيء تقدر تتواصل معهم لك شي اليوم تشتري من موقع ريال لأنه أول شي يوفر لك ضمان محلي مع الشركاء اللي موجودين معاه عنده شركاء كثير اسوس امس اي جيجابايت كثير منتجات عندهم متعاونين معاهم ويوردوا لهم نفس المنتجات و أيضا عندك شي ثاني اللي هو الضمان بكرة أنت إذا شريك من متجر خارجي و ضاع وتعال ودع على ما تجيبه على ما ترجع وإذا خرب لا يا حبيبي خلك مع الموقع المحلي المضمون اللي تقدر تشتري منه وهذا الموقع يا جماعة لي تعاملات معه من زمان أشتري من عنده وأضمن من عنده القطع تجيني سليمة مثل الصندوق كيس كمبيوتر مرة شرعت من عندهم جاني لين هنا ما فيه ولا كسرة لأنه قريب من عندي يحولوا لي على طول يضمنون لي لكن لو طلبت من بره الكيس أول شي الشحن بيكون غالي ثاني شي بيجيني ممكن مكسور أو في مشاكل لأن الشحن يأخذ وقت وغير كذا يكون الشحن جوي فأنا هنا الشحن أسرع خصوصا أنه محلي فأنا أنصح الشراء من موقع e-retail لأنه معتمد ومحلي ومضمون وركز على كلمة مضمون رابط موقع e-retail موجود في بصف الفيديو واعتمدوه للشراء محليا وشوفوا المنتجات اللي عنده وشوفوا الصفقات الأسبوعية لأنه ينزل صفقات أسبوعية تكون محدثة بشكل دوري فإذا شفت حاجة اليوم عنده وسعرها ممتاز خذها من هنا لأنها بتكون أضمن إن شاء الله والحين خلونا نبدأ مع الفيديو اللي اليوم أنا بسوي فيه بحث عني أنتوا عارفين يا جمعة الخير أن أنا يشوبني الغموذ خلونا نتفق من الآن أن أنا شخص لم أترك ككتاب مفتوح أمام مرأة عيونكم لعل في أحد منكم يوم من الأيام بحث عن اسمي بحث عن أصلي بحث عن عمري بحث أنا متزوج ولا لا بحث هل أنا عندي شعر أو أصلاع الكل بحث عني خلونا نتفق يعني أنا أتكلم ممكن لا عفوا البعض بحث عني بما أني أنا إنسان يعني يشوبني الغموذ معلومات عني يعني قليلة في الإنترنت خلونا نكتب من هو مولازلز من هو مولازلز في سيرة ذاتية لي في سيرة ذاتية لي كاملة داخل موقع محتويات خلونا ندخل ونشوف شا السالب أنا أشوف أن السيرة هذي بادينها صح حاطين صورة وكل شيء وحاطين عني أولا واسم الصورة كاتبين عليها كام عمر مولازلز يعني أتوقع أكثر شيء يعني أو أكثر سؤال إنسأل هو كام عمر مولازلز أنا هذا حسب ما أعرف يعني ما شاء الله أول شيء كاتب كم عمر مولازلز ومعطيه سيرة ذاتية عني يعني ما أعطى العمر أعطى السيرة الذاتية صانع محتوى ومقدم على اليوتيوب حيث يملك العديد من المتابعين له على قناة اليوتيوب وعلى حسابي الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث يتابعوا العديد من الناس من اختلف الجنسيات العربية ومن اختلف الأعمار وسنتناول في مقالنا هذا خلال موقع محتويات كم عمره وما هي هواياتي وأيضا السيرة الذاتية له هواياتي؟ دقيقة دقيقة أنا قايل هواياتي خنشوف خنشوف لم يذكر اليوتيوبر الشهير عبدالله المطير يستنى الخاص به ولم يذكر سوى يوم ميلادي وهو يوم 19 نوفمبر واكتفى بذلك موقع لا يبحث عن الشائعات ولا يبحث عن السبق الصحفي يكتب الشي اللي هو يعرفه وصح نعم أنا ما ذكرت عمري ولكن من الواضح أنه في العقدة الثالث من العمر لا حبيبي مو على كيفك من الواضح من الواضح هذه مو عشان شفت لحيتي كذا وشفت وجهي وسويت مقياس لا ما تكتب من الواضح يا تعطيني عمري الصحيح لا تعطيني تخبيناتك لو سمحت يعني فقد قرر المذكور أعلاها الاحتفاظ بسنه لنفسه دون الإفصاح لمتابعينه عنه وهو من مواليد المملكة العربية السعودية ولم يتزوج حتى الآن أنت إيش دراك إني أنا ما تزوجت حتى الآن أنت إيش دراك يبكن أكون متزوجة ولم أعلمت صح ولكن حتى الآن مازال متابعين يتسألون على السنة الحقيقية أتفق معاك حتى الآن يتسألون حتى الآن بالتعليقات تلقى تحت كده يتسألون شاهد أيضا كم عمر فرح الهادي اشتخلني أنا في فرح الهادي حبيبي أنت تتكلم عني ما تكتب تحط إعلان تحت مع المقالة حقي مقالتي ما تتكلم عادي تقدر تقول شاهد أيضا كم عمر حمد الحانوتي لأنه صديقي بس تحط فرح الهادي أنا إيش علاقتي بفرح الهادي طيب يعتبر المذكور أعلى من مشاهير الموقع التواصل الاجتماعي حيث يحظى بشعبية كبيرة نتيجة الأسلوب الراق الذي يقدم في المحدود صناعة المحدود تخلص سنته الذاتية فيما يلي الاسم الكامل عبدالله مطيري الهوية الوطنية أعطيك الهوية الوطنية حكتي 1077 أعطيك يا طرعادي اسم الشهرة عبدالله ملزلز اسم الأم غير معروف مكان الولادة مملك عبية السعودية تاريخ المولاد يوم 19 نوفمبر 22 ولم يفصح في أي عام العمر في العقد الثالث من عمر لا هذه عترة من عندك مثال العقد الثالث لو سمحت لو سمحت أنا في العقد الأول الوضع الاجتماعي عازب الإقامة مملك عبية السعودية مدينة بريدة لا تعال وقف عندك أوكي أنا كنتماشي معاك صح طول الوقت بس أنك تحطني في بريدة مين قالك أن أنا في القصيم هذاك أبو عابد واحد أصلع أنا ملزلز أبو عابد بعد مو بريدة فرس المواطنة السعودية الجلسية الديانة والاعتقاد مسلم الحمد لله مسلم وأفتخر طبعا اللغة العربية الأم اللغات الثانوية الإنجليزية العمل يوتيوبر وصانع ومقدم وحتوى صدقت صدقت بس ماني من بريدة هذا يا ولد كاتب سيرة كاملة عني يا جماعة صفحة كاملة معلومات شوفتوا يشتغل بالتحقيقات ويبحث عن معلومات عن الناس هذا نفس الشي يشتغل تلقى أكيد تلقى المهمة لأوكلت له ذاك اليوم من مدير الموقع قال اسمع هذا ملزلز اللي طالع لنا مدريسين ينزل لي رزدنت إيم طالع لين بشلي أبو تاريخه ماضيه الطال اسمه أمه تجيبه فاهم أكبشر والله نصير واحد من فانزاته وضلع ماضيه واشتغل علي تحقيق قام عبد الله بن طيري بالإجابة على جيد من التساط حبيبي على كيف قلت أنا بسنة الطب ما تدرس طب أنا ما تدرس طب أنا واشو بانفعل أنا اليوم استخلني في الطب ايش في سنة طب ولا بعد سنة ثانية متا قلت يا جماعة جيبوا مرة قلت أني أنا درس طب جيبوا جيبوا ما قلت ولا مرة مهنتو الحالية هي طبيب تحت الإنشاء اي أنا طبيب صح درست دراسة الطب فعلا الطب مهم جدا في الحياة ميولا يحب علوم الميكانيكا هذاك أوبيلز شكلك شفت بالاقتراحات وقلت أكيد أن هذا صديقه نفس الشي هذاك يحب السيرات ميكانيكا وهذا أكيد أنه هواية السرية الميكانيكا بس أنا مو ميكانيكا ترى اهتمامات هي علوم الطب والأدوية وبعلوم فيزياء السيارة شوف أوكي الطب والأدوية شوف أنا أحب علم الأحياء بس الطب والأدوية أوكي طيب هوايات عالم السيارات يفضل تجميع البي سي الخاص به بنفسه شوف هذه المعلومة الوحيدة اللي صح طيب أوكي نوع الاتصال المفضل لديه هو انترنت 4G ما شاء الله عليك كيف عرفت أن 4G عندي شركة الشحن مفضلة شركة الشحن مفضلة شركة الشحن مفضلة هي راميكس دقيقة أنا مرة مدحت راميكس توقع عشان كذا حطها من ضمن الشركة بأي أحب العلعاب استراتيجية وملك وملك بلاي ستيشن أنا ملك بلاي ستيشن ولكن لم يمتلك اكس بوكس وان اس أو اكس بوكس وان لا دقيقة هذي فيها علوم قبائل دقيقة هذي شنو حبيبي هذي شنو بعد طيب وهذي شنو الغالي الله عليك اكس بوكس وان اكس الله يسعدك يا رب شكرا لك شفت الأجهزة اللي عندي موجودة شفتها عندي تراجزة كثيرة تبي طلعلك الأجهزة بعد الثانية اللي نخزنها قناة اليوتيوب الخاصة به ورابطة 2 مليون وصلونا 2 مليون أجماعة وصلونا 2 مليون ما بقى شي تويتها ووجد بها أكثر من 189 هذا تو كاتب المقالة أنا 191 شكلة أو كاتبها شاهد أيضا كم عمر فنان الجاس جاسم عباس حبيبي لا تشطحها فرح هذي مشيناها جاسم عباس لا يخوي إلى هنا نكون قد انتهينا من مقال كم عمر ملزلز كما تناولنا أيضا السيرة الذاتية الخاصة به وحسابات التي يمتلك على موقع تواصل الاجتماعي كما تناولنا أيضا معلومات الخاصة بمنهوايات أجيباته على تساؤلات متابعيه المهم أن المقالة شفها 17 في حد رد عليها ما حد رد عليها ودي أرد عليه المرجع خلين شوف المرجع هذا المرجع حقك آه المصدر حسابي على تويتر أوكي هذا المصدر اللي جبت منه برايدا عندنا الموقع هذا اللي اسمتي تنتي طبعا حاط لي هيدر معطوبة أبو الجودة حقته عبدالامطيري يوتيوبر متخصص في مجال الجيمز ألعاب عمره 31 على كيفك على كيفك تألف عمر على كيفك تحط من لا حبيبي تجيب عمري تجيب إثباتك تجيب مصدرك بارع ومرح حقق نجاح وانتشار كبير بين فئة الشباب في الخليج والوطن العربي ولأنه مطيري ولهجة هل المطران نص سعودي نص كويتي تحير كثير من المشاهدين هل هو سعودي أم كويتي الجنسية ولكنه سعودي الجنسية آخر شي كذا غير رأيك ولكنهم عدد المشتركين مليون ثم مئة ألف ومئة وستين ألف هذا كتب مقالة متى قبل كم؟ يبكي كاتب مقالة في 2021 الجنسية السعودي عندهم جزاتة 120 مليون السوشال ميديا يوتيوب و الإستقرام وحاط لي فيديو حاط لي فيديوهات لا الموقع ده مرتب الموضوع كله في واحد راد عليه يقول شفتو كأب أولوبة في 2020 واحد يقول طلع شايب أنا الحيشي شايب مل أزلز إنسان رهيب ليش يتكلم نص سعودي و نص كويتي واحد يسأل أنا معاك أنا معاك فسألها ليش يتكلم من سعودي لأنه مطيري و ليش تلمطران نص سعودي نص كويتي هي معروفة إذا قابت لك أحد و شفتني قط كلمات كويتية و قط كلمات سعودية على طول بله أنت مطيري تتكلم نص سعودي نص كويتي على طول كده تكون كفاشتة يعني ترى موقع المرجع صراحي يعني إجماعة الخير أنا اللي مستغرب منه إن المواقع هذه ما تنسخ وتنسخ من بعضها كل واحد يفتي من راسه كل واحد يدلو بما عنده شوفوا هذا الشي كاتب عني الذي بات خلال الآمنة الأخيرة ضمن قائمة المشاهير بفضل الأسلوب والآجاء الذي يتمتع بهم و يطل عبرهما على جمهوره محبي فهما أبرز عوامل تنامي شعبيته فعبدالله من الأزلس شاب طموح يتمتع بروح مريحة كما أن له على درجة عالية من الثقافة بسم الله ما شاء الله تبارك الله وبناء على ما سلفه فسوف يقدم لكم موقع مرجع فرصة التعرف على هذه الشخصية المميزة عذرة السيطة الضبع للمتاح من بيانات هويته في الشبك العين كبوتية استلم عندك هذا والله محقق خطير ذا يقول أن عبدالله منطيري ويلقب نفسه ممنازل هو يوتيوب رصانع محتوى سعودي جنسي يعتبر عبدالله منطيري خبير ألعاب استراتيجية إلكترونية متخصص نوعا ما بمنتجات شركات سوني أنا ملاحظ أنهم لزقيني بسوني وكأني يعني الظاهر يوم شافوا الهدى البايو حقي في تويتر أني أنا شريك مع سوني قالوا بأس هذا معاها أسهم في سوني ترى ما معي شي مع سوني كله كوت خصم بس ما في شي ثاني حيث يشارك متابعوه فيديوات منجزة من قبل يشارك خلالها آلية ومتاهات الألعاب الجديدة وطرق تختيمها كما يقدم المعصفات الفنية الإلكترونيات المناسبة لتلك الألعاب الضخمة التي من أبرزها ريزدنت إيفا 3 ريميك اختار ريزدنت إيفا مبدأ العاب لأنها لا صقتم فيني وينما أروح كم عمر عبدالله ملازلز عبدالله ملازلز في بدايات القرن الثالثة من عمره أي أنه من وليد تسعينيات القرن الماضي اليوم يقدم عبدالله على الإفصاح عن عمره الحقيقي لكنه دون في ملف في الشيخصي في حساب الرسمي في تويتر أن تاريخ ميلاده وصادف يوم 19 نوفمبر 22 دون الإفصاح في أي عام لكي لا يتم التعرف على عمره حقيقي لكي هم شيء يتكلم بالثاني يعني كأني أنا يوم ريوم صرحت قد ما راح أخليكم تعرفون عمري لو تموتون كأني قلت كذا فعشان كذا قال لكي لا يتم التعرف علي الإقامة المملكة العبيد السعودية مدينة برأيدا أنا حطوني بالقصيم خلاص رسميا أنا خلاص بغير عنواني الوطني بحطه بالقصيم بناء على هذا المقال صح الطبيب يهتب لأولم الطب الأدوية والشحن أراميكس والإنترنت 4G وما عندي إكسبوكس هذي كلها عرفها أنت خدت من خويك اللي قبل شوي صح؟ تم طيب يا جماعة في مقالة نازلة عني في 21 فبرايا 2022 توا جديدة في موقع الموسوعة العربية الشاملة وهنا حطي جنبي من هو خالد عبد الرحمن وكم عمر بوتن هم يدوروا للشخصيات يعني اللي واسع انتشارها مثلي لما كان عبد الله من لزلز من واحد من المشاهير الذين يتابعونها المليئة من السعودية الوطن العرب بالتأكيد كان هناك الكثير اللي حانا بنون تعرف على حياتي أكثر لهذا فإن عبد الله من لزلز يبلغ من عمر واحد ثلاثين لكنه لا يحب أن يذكر عمره بصورة متكررة وهو في بداية ظهوره الإعلامي على قانوات فضائية لم يريد أن يفصح عن عمره طيب متى طلعت عن القانوات فضائية عشان أفصح عن عمره؟ وقتها تعرض الملزلز إلى حملة هجوم من متابعيه كونه لا يريد أن يفصح عن سنه وهو أمرا بسيطا واعتبروه يبحث عن الشهرة ويريد الاهتمام ويرغب في أن تظل المعلومات عنه مجهولة حتى يستمر المتابعي في متابعة عنه أكثر ما أذكر صارت حملة عني أن الناس يدول عمري حبيبي هذا يألف من مخ وهو أمر بسيط واعتبروه يبحث عن الشهرة يعتبرون يعني قالوا لازلت هذا هذا يدول الشهرة لاحدي يتابع ما قالوا كذا عني ما قالوا ويريد الاهتمام ويرغب في أن تظل المعلومات عنه مجهولة حتى يستمر المتابعين في متابعة والبحث أكثر عنه يعني هذا العيني اللي كاتب المقال ينظر بأني يوم أخفيت عمري عشان أخليكم تتابعوني أكثر وأكثر يعني مثلا في واحد تابعني من متى من 2012 لأن الآن وهو يتابعني بس عشان يعرف عمري إذا عرف عمري خلاص بيسوي الينفولوي أطلع هل هو كذا يفكر يعني في البداية أعلن أن ميلاده سيكون في يوم 19 لكنه لم يرد أن يذكر السنة وهو معرضه للهجوم هجوم خلا أكد أنه يبلغ من العمر وإذن حتى لا يكبر غضب متابعينه بصورة أكبر ويويد والله يا كذاب ما قلت كذا أنا ولا صار السيبان في الحقيقة فأنا عبدالله ملازل ذهي اسم آخر وهو اسمه الحقيقي فهو يسمى يسمى عبدالله المطيري والملازل أزمهوله مجرد لقب اتخذه لنفسه في عالم الشهرة ولما تم سؤال عبدالله عن اللقب الذي اختاره نفسه أجاب بأنها قصة طريفة في البداية كان يعرف باسم عبدالله المطيري ولم يكن في باله وأبدا أن يغيره لكن الشركة التي تقوم بالتعامل معها تعطيه دايما أكواد خصم ليشتري متجاته وهي تحمل رموز ملز ومن الصدفة أنه كل مرة يتمنح منحه نفس الكود وبالتالي جاءته الفكرة أن يسمي لقبه على نفس كود الخصي يا كذاب وش دخل أم الكود في اسمي مضيئ أو الدنيا أنت مضيئ أمد أتألف أول شي كود ملز أصلا ما أخذ من لقبي ملزلز فأنا أختار أنا اللي أختار كود ملز بناء على ملزلز وليس هم ملز هو اللي أخذ منها ملزلز واللقب حقي من 2014 فلا تفتي وعمري ما حطيت كود الخصم حقي هو اسمي كل هذا لم يمنع ملزلز منه كل أديهم يقول علمية كما أنه لم يعلم مسبق أنه طالب جامعي ويحب كثيرا لدراسته الجامعية وقد كشف ملزل أنه يدرس الطب البشري ولا يعتبر اليوتيوبر شغله الفعلي بل يعتبر نفسه طبيب ما زال في مرحلة التجهيز وأنه في المستقبل سيتفرق لهذه المهنة وربما لا يقوم بأي لشاطن آخر بجالبه وقد ذكر أنه يحب القراءة في الطب منذ الصغر وأنه متهمة كثيرا بعالم الأدوية ومركباتها لذلك فعند دراسته لم تكن أمر غريب لأن هذه في الأصل هي اهتمامات الفكرية الأولى توجه إلى عالم اليوتيوب والألعاب الإلكتروني لأنه يمتلك أيضا حبا كبيرا للميكانيكا وهو ما جعله يهتم خط لازقنت خط أنا توي ما سكال خط معك بالألعاب شو تخطني في الميكانيكا كيف حشرتني بها وهو ما يجعل يهتم بالتكنولوجيا وكيف تعمل الأجزة وما يأفضل الأجزة وأن الديناصور له ثلاث أرجل اكتب عادي حسنا صغيري النقر أي شي الحين أدلونيك من أحب كذين السيارات ويهتم بالقراءة عنه وتقييمه يعشق السرعة والمغامرة وهو ما جعله ينضم لعالم العاب شفت أنك تألف جلس تقول كلام ترحشوا حسنك تبيت تحط أي كلام بس كذا وأنه يعشق للقيمات ويأكل السمبوسة في رمضان ويشرب الفيمتو ويذهب يصلي ويروح ينام بعد شوي أي كلام جالس لحطنت قصة ملازلز مع التنمر يلا تعال حط علي تنمر في ناس تنمروا علي بشيركم خنشوف منهم قام الملازل بنشر فيديو بعنوان قصتي مع التنمر هذا فهم غلط شكلا وما جعله يسرعون في مشاهدة الفيديو في الحقيقة الفيديو كان عبارة عن مشهد تمثيلي قام به الملازل وعبارة عن طفل في المدرسة يتنمر عليه طفلا آخر ويقوم بضربه وهذا المشهد تابع لحملة قام بها برنامج سديم وما برنامج سابقات معني بشير سجمدي وقد تبعنا حملة ضد التنمر واعتبر التنمر في الواغذ الحال هي مشكلة قصة طلاط فرس شطح 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 أنا ضد التنمر بس شطحت كثير وقد رأى الملازل أنه منواجب أن يكون جزء من حملة تمنع هذا الفعل المشي نعم أنا ضد التنمر على أطفال وقد كان أران متابعين إيجابية على مقام بملازل وقد كان دوره والاجتماعي يحتم عليه القيام أيوه هذا الفيديو أنا مسوي قبل فقط لنشوف شكاتب أطل الملازل على شهادة التلفزيون من خلال برنامج المتهمة الخليجية ليكون أكثر من متابعين خلال أسئلة الترحة تالي وكان ألا بد أن يجيب عليها جميعا ويعتبر من أكثر السينارية اللي طرحت على ديبور الشاب أنه يحاول دائما أن يقام بتقليل عبد المجيد عبدال جبت أم العيد أول شي ضيافة المتهم غير عن البرنامج اللي طلعت مع سارة دندراوي مختلفين ما لهم دخل لنشوف شكاتب وقد كانت المفاجر لترحة من نوز المتعبين لما يكن في ضرفة البرنامج أبدا ولم يدعو أي شخص في الحلقة بل أنه قام بفركة تلك الحلقة من خلال استخدام مهاراته في عالم التكنولوجيين لتكون الحلقة كما لو أنها حقيقية يعني مشيت عليك بس بعدين اكتشفت يوم بحثت في التريقات اكتشفت يقول مشيت علي عاطي وقد بدأ عبدالله أثناء صناعة الحلقة بمشاهدة برنامج المتة في عدة حلقات وبدأ أن يحفظ المقاطع التي يسأل فيها الموديع هذا قام يأخذ الفيديو حقي ويحلل تحليل عرفتم وكيبيديا أداء وأداء جيد شارك فيه مشاهير وحسن السلوك والسلوك من بينهم جمهوره ومحمد فعبدالله ملازة اه 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 شكاتب ذا دقيقة يعرفكم سابقا بما قدم لكم تصليل تضع الهويتي على شبثة الويب العالمية خمزة انا المقدمة بالبداية شكل الكيبورد كان خربان عنده ويكتب أي كلام اوكي الملقب بما لا لزال ملا 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 لزال ملا لزال هو مش محتوي على يوتيوب ومقرة السعودية والألعاب واللعبين والألعاب 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 طبعة جديدة من ريسال نفل ثري وينشو طبعة جديدة كم عبدالمطيري ملاذ يبدو أن القرن الثالث تظهر في تاريخ من هو كويتي يوتيوب أبو خلا يعتبر عبد الله ملازالز ملازالز من المشاهير في عالم وصائل التواصل ويبدو أنه حاضر في الجدول التالي الذي يبدو كالتالي بريدة موجودة الحمد لله صورة ليه حطي يزيد شو معي للمات عن ملاز أنا يا حبيبي يا ملازلاز ولا تحطني ملاز اختر لي اسم يا ابن الحلال والله رقعت لي 20 ألف اسم تكفى اختر لي اسم واحد يقول لك قناة عبد الله ملازال الرسمية على يوتيوب لقد اخترها بعدد المشتركين من عتب 2 مليون مشترك وطاولة الطعام والوصول للمحتوياتها حقا من هنا لا يكون اللي كاتب المقال فيصر عبدالواحد انستقرام عبد الله ملازال ويشو جاء لا تكفى خلاص تكفى والله حطب دو اسمي وقد تجاوز عنده مشتركين في عتبت تويتر عبدالله ملازال اقترب عنده مشتركين عتبت وين طاولة الطعام محطيتها هكذا لقد اتهينا من البحث عن الملومات بتقلب محتواها وهذا ما فعلناها بعض الملومات حول الحسابات عبدالله ملازال يعالى مصالة عبدالله من هو عبدالله ملازال يا جماعة الخير لقد وجدت البيانات المتاحة في معرض الاسر خلنا نقرأ هذا اسم الموقع فكرة يقول كم عمير عبدالله ملازم طياري يوفن متخصص في مجال المربيات وحقق نجاحا كبيرا ومتد بين مربيات كم عمير عبدالله قامت لنا وعلي وهيش اسمه وجاية النص السعودي والنص كويتي بتغيير العديد من المتفرجين في السعودية او الكويتي لكن الجنسية السعودية عدم مسترك جنسيته السعودية يالله شا العطب بذالي في المواقع ذي حس المواقع ذي ولد زي السبامنج يعني تسوي اشياء كذا غريبة سكام ما لازال يقول لكم لا تسعو تحطون لايك تحت والرجاء عدم التأليف اذا ما تعرف عني شيء قول مدري قولت مدري ترفع قدري قول مدري لا تألف ارجوك دعونا ندحض جميع الشائعات على الملزلز وعن اي شخص نالي السلام عليكم نحن برزلزون نحن كلبزون مرة اكشن مرة في غارة امازون تاخذنا المطبطات حين جينا طيبون نتخلي الرعوب استولي وأنهم تلعبون تبغى الشاي لتنسى كثير الليمون ها شيبنا من لعبة انتلون الوضع في التهور وماه بضمون مع كبير انا عبدالله دوما سعدون